عقد وزير البترول والسروا المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات مع رئيس تنفيذي للعملية بشركة فينترسال دايا الألمانية دون سامرز وخلال اللقاء تم استعراض موقف أعمال الشركة الألمانية في إنتاج الغاز الطبيعي والذي تستثمن فيه الشركة الألمانية في مصر كمشغل رئيسي في منطقة طيض سوق وشرق دمانهور بالدلتة تم استعراض خطة الشركة للإصراع بتنمية موارد الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجه في مناطق امتيازها وتم بحثه تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق ما بين الشركة الألمانية وشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل سوق